موسيقى خلونا هلأ ننتقل للهدف الثاني وهو أن أسمي طبقات العين أو عفوا طبقات جدار العين والأوساط الشفافة على الرسم يعني هلأ نحكي عليه هون بالتفصيل من بره لجوه رح نبلش بمنطقة جدار العين اللي بينقسم لها ثلاث أقسام ورح ننتقل للأوساط الشفافة اللي هي أربع أقسام يأ بسم الله هاي هي العين تمام؟ هي أخذي لها مقطع طولي مقطع طولي بالطول هيك تمام؟ هذا المقطع الطولي بيورجيني أقسام العين من الداخل يأ أول شي رح نبلش بمنطقة سميت لكم ياها القرنية شوفوا ياها هاي أول سهم كيف فينا؟ ليك هاي القرنية شايفينها المنطقة؟ سبحان الله هي مثل موجودة هون بأمام العين اسمها منطقة القرنية بعد القرنية بيجي عنا منطقة الجسم المائي شوفوا لي ياها وينها؟ هاد تمام؟ أو الخلط المائي تمام؟ هاد منسميه الخلط المائي ونحن فايتين تمام؟ بعد ونحن فايتين هيك بطريقنا منقوم منلاقي شي اسمها القزحية القزحية هاد الجزء اللي ملون بعيوننا تمام؟ في قزحيات خضرة في زرقة في سودة في بني في فتوشي في بنفتحي في هاكي نهدي مثلا حسب تمام؟ فإذن هاي منسميها القزحية تمام؟ تمام؟ رح أعيد مشام ما خربت يأ أول شي نحن في عنا القرنية أول شي من صادفه بعدين ونحن ورا القرنية مباشرة وراها تمام؟ هاي اللي هيك مثل الهلال الفلقون هو عبارة عن الجسم المائي أو الخلط المائي لا ضير بعدها مباشرة منلاقي بوشنا القزحية ومن ضمن القزحية من ضمنها يعني هي جزء منها من جزء منها هالمنطقة اللي يعمل منسميها بأبو أو منسميها كمان الحدقة الحدقة تتذكروا كلمة الحدقة وين ذكرناها؟ نعم عنها حلو لو أنت بتتذكروا لما حكينا عن الودية ونظيرة الودية وهي بتوسع الحدقة وهي بتضيق الحدقة وهيك إذا بتتذكروا إذن الحدقة أو حدقة العين هاي هي المنطقة اللي نحن منسميها البؤبؤ البؤبؤ تمام؟ هو دائما لونه أسود أسود أما اللي حواليها الدوار اللي حوالي اللي بتكون ملونة هاي منسميها القزحية القزحية تمام؟ فإذن الحدقة هي متغيرة القطر طبعا حسب شدة الإضاءة وكمان رح يمرؤ معنا هذا الشيء تمام؟ بعدها شوفوا منو إحنا فايتين هي عندنا العدسة العدسة أو شو كما منسميها؟ شو نحنا مسميها؟ قزحية لا القزحية ما دخلنا فيها هذا هذا الجسم جسم بلوري أو الجسم جسم بلوري جسم بلوري جسم بلوري أصدقائي هو عدسة العين هو شلون بدي لكم يعني كتير له دور مهم جدا بموضوع الرؤية وبآلية الرؤية رح نكتشف هذا الموضوع تمام؟ بقوا نحنا فايتين هيك منقوم نلاقي عنا الجسم الزجاجي أو الخلط الزجاجي هيك منكون نحنا خلصنا هدور بقي علينا نحكي عن الجدار بالجدار أصدقائي أول طبقائي اللي حكالي عليها أحمد أول ما قلت له شو منشوف بالعين؟ قال لي منشوف بياض تعرفوا بياض العين؟ بياض طبع العين؟ أصدقائي بياض العين منسميه الصلبة منسميه الصلبة أول شغلة هيك منشوفه تمام؟ الصلبة أصدقائي لو قلتنا نحكي عليها رح نكتشف إنه القرنية هي جزء منها لكن تصبح شفافة في المقدمة ولها بروز هيك بتبرز هيك شوي بتتحدب إلى الأمام هون وبتصير شفافة منسميها القرنية أما باقي ما تبقى لونه أبيض أبيض تمام؟ طبعاً في عندها ثقب هون مشان يطلع العصاب البصري إذن هاي اسمها الصلبة تمام؟ تحتها مباشرة تحتها مباشرة في عندنا المشيمية انتبهوا اسمها المشيمية وإلها دور كتير مهم وهلأ رح نكتشفه بعدها بعدها رح ننصل لطبقة الشبكية هي خلينا نقول من جوة بقى شايفينا؟ هاي الشبكية خلونا نقول خلونا نقول هنا في عندنا مثلاً شو بنا نشبهون ثلاث طبقات من الحرامات يا جماعة حرامات بطانيات تمام؟ أول بطانية من برة هيك اسمها الصلبة تمام؟ يلي بالنص جاية نسميها المشيمية أما يلي من جوة من جوة اسمها الشبكية شو اسمها؟ الشبكية حلو؟ حفظوا الترتيب منيح صلبة بعدها مشيمية بعدها شبكية تمام؟ وبعدين في عندنا منطقة نسميها النقرة وهلأ منحكي عليها أو في عندنا شيء لطخة صفراء النقطة العمياء في عندنا القرص البصري هذلي موجود وحتى العصاب البصري تمام؟ طبعاً هذا رح يورد معنا بالتتالي وبتفصيلاً ممل تمام؟ شوفوا أصدقائي هلأ أنا رح بلش بالحديث معكم عن شيء اسمه جدار العين جدار العين الجدار ليكم شايفينه شلون؟ ثلاث شغلات صلبة مشيمية و شبكية صلبة مشيمية و شبكية تعالوا نشوف الصلبة شو بدنا نحكي عليها؟ شو بدنا نقول؟ أول شغلة انتو حكيتوا بي بيتمقن قلتولي إنه لونه أبيض عن جد الصلبة هو بياض العين ولكن سبحان الله بياض مو بس هك من الأمام يعني إذا انت حاولت مثلاً ترفع عينك شفتوا الطبيب وقتب يفحص لك العين شفن بينزل الجفن هيك و بيقال لك رفع لفوق نحنا إذا عملنا هاد الشي على المراية مو منشوف من جوه رسه فيه بياض شايفينه؟ نعم معناته الصلبة الصلبة محيطة بكل عيننا يعني مو بس من هون بشوف أبيض أنا إذا هيك رفعت نزلت الجفن هيك من هون هيك و رفعت لفوق هذا كله أبيض هيك كل ياته ممطقة الصلبة تمام؟ وهي الطبقة الخارجية التي تحمي كل الطبقات اللي تحتها سبحان الله من اسمها صلبة نحنا إذا حطينا إيدنا على عيننا بس ونحنا مسكرين الجفن مو بتحسوه إنه شوي هيك آسية تحسوه هيك آسية حلو لأنه أصلا الصلبة هي قاسية تمام؟ إذن هي الطبقة الخارجية التي تحمي الطبقات التي تليها آل تتحدب من الأمام هيك بيصير في عندها بروز من الأمام بيصير محدبة آل تتحدب من الأمام قليلاً لتشكل ماذا؟ القرنية الشفافة القرنية الشفافة في الخلف فيها ثقب يمر منه العصاب البصري هذا ليك بثقوبة منهم بس أما هي كلها تروح وحدة مثل ما بيقولوا شئفة وحدة ما عدا أنه أول المنطقة الأمامية منها صارت شفافة وسميتها قرنية شفافة والمنطقة الخلفية منها فيها ثقب وبيطلع منها العصاب البصري طيب سؤال مين بجاوبني عليه؟ نعم أسأل ما شارك في كامل معنا كامل معي كامل أسأل ما شارك إذا قلت لك السؤال جاوب عليه بصح أو خطأ صح أو خطأ القرنية الشفافة هي جزءاً من القزحية صح أو خطأ أنت بسمعش تعدي السؤال صوتك صاري قطش يلا القرنية الشفافة هي جزءاً من القزحية في خطأ خطأ طيب حلو هي جزء من شوية ترى سيمن الصلبة طبق الصلبة رائع جداً شكراً لجوابك أحسن إذن ممكن يجيكم هذا السؤال ممكن أنا خربتكم لكم القرنية الشفافة من المطبقة خلص أنت بتربط أن الصلبة هي قرنية شفافة من الأماء هي ثقبة من الخلفة بيطلع منه العصاب البصري في سؤال عن الصلبة؟ لا أعطيك العافية الثاني عندي سؤال فضاء أسأل أنه الواحد إذا طلع عن المعاشية أو ركز فيه من مسافة قريبة كتير أنه ليش بصير بيجاوبة حسن أنه بديو يطلع منها يعني حزير ليش؟ لا أطلع أشرح لك بكرة بعالية الرؤية رح أشرح لكم هذا الشي لكن أصدقائي نحن هذا الجسم البلوري اللي سميناه العدسة تمام؟ هذا الجسم البلوري سبحان الله الله عطيه هيك شيء اسمه جسم الهدبي أو العضلات هي هيك هون وهون بيشدوه بيمطوه يعني ساعة بتلاقيه هيك صار طوالي ساعة بيصير سمين من هون هيك قطره بيتغير فلما نحن منقرب الأجسام كتير لإلنا فهو بيغير من التحدب تبعه فبتلاقيه هيك شد كتير 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 أو أنه تحدى بكتير كتير كرمال يخلي الشي اللي نحن عم نشوفه يقع مباشرة على الله تخص فراء تمام؟ هيك مباشرة يقع هون فبالتالي لأنه بكرة بيصير أنه مثلا قرب الشيء قربه تضو كتير مننا تمام؟ أو عفواً الجسم من العين فإذا أنت كتير قربت وطلعت هيك عليه تلاقي عيونك صاروا يجعوك ليش؟ لأنه أصلا خيال الجسم لازم يوقع على الشبكية لازم يوقع على الشبكية فإذا كان قريب كتير من العين ممكن يجي أمام الشبكية ما يوصل عليها فهو هاد العدسة بيغير من شكله مشان يخلي خيال هذا الجسم يوقع على الشبكية لما بيغير من شكله لمدة كتير طويلة بتقوم بتحسه حيفجر يعني تمام؟ بتصير أنت بتنوجع يعني حتى أنه هي عضلات عم تشد ويكون هو بحالة عدم الراحة ما له مرتاح تمام؟ وبالتالي بيسبب هذا الألم اللي أنت عم تحكي عليه طبعا هذا الموضوع رح يتوضح كتير كتير لما بنحكي عن آلية الرؤية تمام؟ أنسي كماني لما بتطلع عشي مثلا عشي بعيد أنسي يعني بيصغر لما بتطلع عشي قريب أنسي بتوسع هلأ هذا كمان هلأ لألأ بالنسبة لأسئلة هاي رح نخبيها لدرس آلية الرؤية لأنه كتير رح تتوضح عن هذا الموضوع هلأ أنا كنت متمنية أني كمل معكم بموضوع الليشيمية وهيك بس يمكن والله أعلم نحن تبقى معكم خمس دقائق لدرسة الرياضية لدرسة الرياضية طيب فبالتالي أنا رح أختمه والمرة الجاية إن شاء الله رح نبدأ من عند المشيمية تمام؟ ورح نشوف فيديو بيوضح لكم كل هاي التساؤلات وهيك حتشوفوا متل ما شفنا بجهاز العصبي ولا شفنا بالجهاز الهيك العظمي بنية فراغية أو هيك مثل شيء متحرك بتقدروا إنه تشوفوا العين ثلاثية الأبعاد كل الأسئلة رح تتوضح إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر